قبل مئات السنين كان المكان محطة تستريح فيه القوافل التجارية والرحالة على طريق تجارة البخور واللبان قبل الميلاد وعلى هذا النحو اليوم صار المكان مقبرة لعشرات الجثامين في زمن حرب ميليشيا الحوثي وقبل أن تكون الحرب المشتعلة منذ خمس سنوات كانت مدينة براقش عاصمة المعينيين في القرن الرابع قبل الميلاد تواجه معركة أخرى من تجريف الهوية وبيع التاريخ كغيرها من المدن الأثرية في الجوف حيث تعرضت معالمها للتنقيب العشوائي والتدمير وبيع أثارها في السوق المحلية وتهريبها إلى الخارج هربت كراسي ملكية فاخرة من القوف تتبع مع بدل الإله نكرح بمعين هربت قطع أثرية من الذهب الخالص والبرونز والتماثيل الخالصة القديمة التي كانت تعطى للإله كتقرب لا تزال أؤكد أن هذه الإصابة لا تزال نشطة ولا تزال تعمل على تجريف الآثار في ظل سكوت رسمي من قبل قيادة المحافظة هكذا يتعرض الإرث التاريخي والإنساني في اليمن للدمار والضياع وبتواطئ رسمي طيلة العقود الماضية رافق ذلك عمليات نهب وبيع للقطع والمخطوطات الأثرية بعد استخراجها من مواقع مختلفة في المحافظة إضافة إلى ما تسببت به هجمات الميليشيا وغارات التحالف من تدمير لهذه المعالم التاريخية لا يوجد لدينا قدرة في مكتب الآثار هنا فرع الهيئة عمى الآثار مع حفظ الجوف ولم تتواصل معنا الهيئة ولم حتى تتنازل أن تتواصل معنا أو تشعرنا بأنها موجودة لا يوجد لدينا أي إشعار منها لذلك نحن نطالب الهيئة العمى الآثار بالنزول إلى الجوف ولقى نظر على الجوف وما تتعرض له المعابد والمدن الأثرية من الخراب كما تشاهدون لإنقاذ ما تبقى من هذه العضار العريقة يستمر مسلسل العبث بتاريخ اليمنيين وإرثهم الحضاري الذي يتعرض اليوم للإندثار وتمس ملامحه وإفراغ مدنه العتيقة من قيمتها الحضارية الفريدة